بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اهلا بكم. اه معكم من قناة دروسك اونلاين. اه هنستكم ان شاء الله الدرس اللي فات بتاع العداد الصحيحة. يا رب يكونوا فهمتوا الفيديو الاولاني. هنكمل بقى بازن الله. احنا كنا قلنا طبعا اه انا الوقت بكلم على الاسل انك فهمت الفيديو الاولاني. يعني انت لو بتلسه بتفرج على الوقت لا هنال لازم تفرج على الفيديو الاولاني. اه من الكلام دلوقتي اه احنا كنا قلنا نقول ان العادات الزوجية والفردية والطبيعية والصحيحة والكلام ده. طيب. احنا كان عندنا في رمز هنا اسمه شوف ده اسمه التقاطع. ده اسمه الايه? التقاطع. وده اسمه الاتحاد. التحاد ده عملت بالضبط زي الزائد كده يعني. حط الاركام دي عند اركام دي. التقاطع دي يعني اجيب المتكرر اجيب المتكرر ازي يعني? اه لما اجيب اقول مسلا ايه? ركز معنا كده بقى. العداد الزوجية. التقاطع العداد الفردية. العداد الزوجية وعداد الفردية. ايه المتكرر? ايه المتكرر ما بين الزوجية والفردية? طبعا تعرف ان الزوجية والفردية سفر اتنين اربعة ستة تمانية والفردية واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة. ايه المتكرر ما بينهم? حتى الاركاب متكررة. طبعا زوجية وفردية ما اللي اللي اتنب اتكرهو بعض اصلا. معنوم اخوات بس بيكرهو بعض. بيكرهو بعض قوي. الزوجية الفردية تقطع حمي الديني مفيش. ما فيش دي يعني دي اسمها ايه? فاوي. يبقى زوجية تقطع فردية الدين ايه? زوجية تقطع فردية الدين ايه? تمام. طيب لو قلت مسلا زوجية اتحاد فردية زي ما خلنا الحين اللي فات لو حطيت اركام الزوجية على ارقام الفردية. حطهم ما brightest يديك التبعية. العدد طبيعية. يعني صفر اتنين اربعة ستمية واحدة يبقى صفر واحد اتنين تلاتة. حطهم مع بعض يديك الاعداد الايه? الطبيعية. طب اعداد العدد. حط عليهم الصفر. علي العدد دي اه واحد اتنين تلاتة اربعة. هتحط عليهم الصفر. بقى صفر واحد اتنين تلاتة اربعة يديك ايه? ايه صفر واحد اتنين تلاتة اربعة ده? ايه? طه. يبقى ايه? طه. طب تعالي بقى تشوف دي بقى ده ايه. قلت لك طه دي اسمها فرق. احنا احنا هنقول على شيل شيل اه? هنقول على شيل. عدد الطبيعية شيل منها الزوجية. العدد الطبيعية ده ايه? شيل منها الزوجية. يتفضل لك الايه? الفردية. الطبيعية شيل منها الفردية. يديك الايه الزوجية. شوف دي? الطبيعية شيل منها العين. عدد العد يديني الايه? الصفر. تمام? خلاص? يا رب تكون فاهم معي. طيب. قلنا ان الصاد عبارة عن صاد المجابة اتحاد صاد السالبة اتحاد الصفر. او لها اه لها قانون تاني طا اتحاد اتحاد ايه صاد السالبة. طا اتحاد ايه صاد السالبة. الطا الصاد بتسوي طا اتحاد صاد الايه السالبة. لو انا قلت لك بقى ايه صاد هنشين منها طا. صاد هنشين منها طا. هذا الصاد. هنشين منها طا? يتفضل لي ايه? صاد السليب. صاد هنشي منها صاد السليب. صاد ديت هنشي منها صاد السليب. يتفضل لي ايه? طا. كده عامل زي ناقص يعني. تمام? طيب. لك اسمعنا كده بقى. صاد اتحاد طا. صاد تقاطع طا. صاد اتقاطع الزوجية. صاد اتحاد الفردية. صاد آآ اتحاد اعداد العد. صاد تقاطع الاعداد الاولية. اتح تقاطع الزوجية. اتحاد الفردية. ايه تاني ايه تاني شوف هتقول لي يا انهار ربيا كل ده هحلو دلوقتي. هقول لك على طرق جميلة دلوقتي. اه ايه تاني ايه تاني اه طا مسلا تقاطع الاولية. اه صاد اتحاد الفردية. وهكذا ده. كل ده هحلو? اه هتحلو دلوقتي. بص بقى ايه? تعالي كده تحت هنا. بص بقى. اتحاد والتقاطع. لو جاب لك اتحاد ده هجيب الكبير. ايه ده? جيب الكبير. والتقاطع هجيب الصغير. ايه ده? ايه ده? اسمع بس لكلام. اتحاد هجيب الكبير. تقاطع هجيب الصغير. صغير ايه والبير ايه? انت مش فاهم الشجر الشجر اللي خاني الحصة اللي فاتت الست اللي ما عمش ايه وعندها اربع بنات وصابت بقين ولا? وستهم اه? هو ده. يبقى الاتحاد هجيب الكبير. تقاطع هجيب الصغير. فهمت? حافظت? الاتحاد هجيب الايه? الكبير. تقاطع هجيب الايه? الصغرطة. التحاد يجيب الايه? كبير. التحاد السكنداري. هجيب الكبير. التحاد السكنداري. هجيب الكبير. والتكاطر هجيب الايه? الصغية. تعال نطلع فيها يلا. صاد التحاد هجيب الكبير. من الكبير? الصاد ولا الطاق? يلا بقى اللي يفاهم معايا بقى من الحصة اللي فاتت. من ابو مين? او من ام مين? او من اكبر مين? من اكبر من مين? الصاد ولا الطاق? الصاد? سمعت هكو انت بتقول جدع شاطر. صاد تقاطع طه. تقاطع اجيب الصغير. من الصغير الصاد ولا الطه? الصاد ولا الطه? طه? يعني بنتها. صاد تقاطع الزوجية. ها? من اجيب. التقاطع اجيب الصغير. من الصغير? الزوجية. ده 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 الحفيدة بتاعتها. صاد اتحاد الفاء. صاد هنشأ. اتحاد. اتحاد اجيب الكبير. من الكبير? الصاد. الكبير. اتحاد اجيب الكبير. من الصد ولا العين. الصد ولا العين. الصد. ما هو اصلا كل الاول حرف هو الكبير الكبير. غلطة من هنا. بس بعد كده هيلغبطها لك. تكاطر اجيب الصغير. تكاطر اجيب الصغير من الصغير الالف الاولية. تكاطر اجيب الصغير الزوجية. اتحاد اجيب الايه? الكبير. اللي هو مين? الطه. تكاطر اجيب الصغير. تكاطر اجيب الصغير اللي هو مين? الاولية. خلاص? صد اتحاد اجيب الكبير. من الكبير الصد ولا الفردية اعداد الصحيح. ماشي اولاد? طب لو اقول لك مسلا صاد اتحاد صاد الموجة بقى. صاد اتحاد صاد السالبة. برضو هجيب الكبير. من الكبير الصاد. هنا برضو الصاد. بس. فهمت الحتة دي? فهمت الليلة دي? خلاص? طيب. هناخد بقى حاجة جديدة بقى. ايه ده? حاجة جديدة. ايه بقى الحاجة الجديدة? هناخد حاجة اسمها خط الاعداد. هناخد حاجة اسمها ايه? خط الاعداد. هناخد حاجة اسمها خط الاعداد. دي جديدة دي. خط الاعداد بيبدأ هنا من الصفر هنا في النص صفر. وعلى يمين الخط هنا ارقام وعلى شمال الخط هنا ارقام. هنا الارقام اسمها ارقام الموجبة. والارقام اللي على الشمال هنا اسمها الارقام السالبة. يعني هنا خطة اللي بيبدأ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الى مالا نهاية. سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة سالب اربعة سالب خمسة الى مالا نهاية. والصفر في النص. خلي بالك السفر لهو موجب ولا هو سالب. ركز في الحتة دي اوي اوي اوي. الصفر لهو موجب ولا هو سالب. هو ايه? محايد. زي الحكم. محايد. يبقى الصفر لهو موجب ولا هو سالب. محايد. لهو موجب ولا هو ايه? سالب. يبقى على يمين الخط? موجبة. على شمال الخط? سالبة. على يمين الخط زود? على شمال الخط نقص. يعني كل ما بروح جهة اليمين? خلي بالك. من كل ما بروح جهة اليمين? كل ما بتزود في الاركام. وكل ما بروح جهة الشمال كل ما بنقص في الاركام. يعني هنا ه白 مصدر مسلا السالب اتنين. وفي السالب تخلب لك من حاجة زيدي. يعني مين الكبير? السالب تلاتة ولا السالب خمستاشر? في السالب الكبير ا assure То على يمين يزود? على الشمان ينقص. على يمين يزود? على الشمان ايه? ينقص. تمام? تمام. وفي النص هنا ايه? سفر. في النص ايه يا ولاد? صفر. الصفر اللي هو موجب ولا هو سالب. الصفر محايل ما بينهم. دي سواد الموجبة ودي سواد السالبة وده الصفر في النص الاتحاد جمع التلاتة مع بعض يديك الاعداد الصحيحة هخط الاعداد كل. خط الاعداد كل. تيجي بقى نبدأ نحل. تيجي نبدأ نحل? خلي بالك انا قلت لك معنوم مهمة جدا. من الكبير? سالب خمستاشر ولا سالب مية خمسة وعشرين? الكبير في السوالب يا بو رقم صغي لو ده. طب من الكبير سالب خمسة وتلاتين ولا سالب ولا مسلا اربعة. الموجب اكبر من اي رقم سالب. الموجب اكبر من اي رقم سالب. يعني من الكبير الاربعة. من الكبير الاربعة. خلاص? اصغر عدد موجب. اصغر عدد موجب هو الواحد. اكبر عدد موجب انا ما عرفوش. اصغر عدد موجب هو واحد. طيب اكبر عدد سالب. اللي هو السالب واحد. اكبر عدد سالب السالب واحد. السالب واحد اكبر من اي عدد سالب. يعني اقلت لك سالب آآ تسعمية خمسة واربعين. والسالب واحد هو كبير السالب واحد. طب من الكبير يا مستر? ايه? السالب خمستاشر ولا الصف? الصفر. الصفر لان هو علي مين? تمام? انا بقول معلومات مهمة جدا جدا جدا. تعال بقى نبدأ نحل. بقل هنا بقى ايه? ركز بقى كده بقى. صد بتساوي. طه. اتحاد ايه? اتحاد ايه? ركز كده بالراحة بقى? بالراحة. طه اتحاد ايه يديني صاد? انت حافظ او ما حافظتش? القادر لازم تتحافظ. طه اتحاد صاد السالبة. صاد السالبة يديك صاد. طب صاد اتحاد طه. اه اجيب الكبير. اتحاد استخدري اجيب الكبير. الصاد ولا بتاعي? الصاد. صاد. هنشين منها الطه. ام? صاد اه هنشين منها الطه. في القانون اللي فوق اهو. ايه ده الصاد? هنشين منها الطه? يتفضل ليه? صاد السالبة. طيب صاد المجابة تقاطع صاد. تقاطع اهو اجيب الكبير. اه الصغير. تقاطع اجيب الصغير. مين بقى? الصغير? الصاد ولا صاد اه المجابة? صاد المجابة. طب صاد المجابة تقاطع صاد السالبة. هاتول اه مستر اجيب الصغير. ما الاتنين صغيرين. الاتنين احفاد. يبقى اجيب المتكرر. اجيب المتكرر. من الصاد المجابة وصاد السالبة. مين مني تكرر? ما فيش يبقى فايد. صاد السالبة اتحاد اجيبه كبير. اجيب الساد. الساد عبارة عن ايه? اتحاد ايه؟ طبعا دا القونة بتاعنا صاد الموجبه. اتحاد صاد السالبه. اتحاد الايه?الصفر. تمام. تعال بقى. السفر. اتحاد صاد الموجبه يديك ايه؟ السفر. اتحاد صاد المجابة يديك ايه? يعني صاد المجابة اللي هي واحد اتنين تلاتة. حطت على الصفر. صفر واحد اتنين تلاتة. ايه من الاركام بتبدأ بصفر واحد اتنين تلاتة العديد الطبيعي. تنساش. طب صاد السالبة. اتحاد ايه? ديني صاد. صاد السالبة. اتحاد صاد المجابة اتحاد الصفر. صاد السالبة. اتحاد صاد المجابة. اتحاد الصفر. ايه? ديني صاد. بس هو جاب لك نقط واحدة بس. يبقى هستخدم القانون تاني صاد السالبة اتحاد ايه دين صاد اه اتحاد الطه هتقول لها مصدر انا تهت تهت انا تهت كده انا تهت منك انا كده ما 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 فهمتش حاجة قبل ما تفهم الدرس ده لازم ان تفهم من درس اللابليل القانونين اللي انا كتبتهم في الحصة اللي فاتت لازم ان تكتبهم وتحفظهم وتحطهم قدامك وانت وانت على القدام دلوقت ما حفزتهمش ولا فهمتهم بانت مش هتقف تحل لحاجة طيب صاد الموجابة التقاطع الاربعة والصفر والسالية التقاطع يعني اجمع المتكرر يا احسن اطلع الاركام المتكررة اللي هي الموجبات ما بين ده وما بين ده. من الاركام الموجبة الليobali هنا? الاربعة والصفر ما نكتب هنا لناتج هنا اللاربعة والصفر تحطوهم في مجموعة. طب السلب تلاتة ما هواش موجب. ما هواش موجب. تمام? مش موجب بخلاص. طيب اعداد العد. 애�تحاد العدد اللي هي صاد الموجاب على فكرة. لما حط عليه السفر? اتحاد ايه كمان يديني صادر? صادر ايه السالب? طب صادر مجابة تقطع صادر السليب? التقطع بينهم مفيش حاجة مجابة السالب مفيش حاجة بالقررة خالص ما بينهم. داي مين ودى شمال? فيش حاجة. يبتبع فيدي اتحاد الطه يديني طه. صادر مجابة تقطع ايه يديني? لسه ايه لها تحت اوق صادر السالب? طب صادر السالب هنشيل منها صادر متنفعش. الصغير السلامة هنشير منها اه. البنت هنشير منها كبير الصغير هنشير منه كبير متنفعش يبقى فاي. صغير هنشير منه كبير متاcan الحفيدة بتاعتي او دي بانتهى بانتهى. تمام? اه بانتهى. الصغير هنشير منه كبير ما ينفعش. طب سفل بالتالتة تقتل على الصال السلابة. تقتل يعني اجيب الاركام من القرارة ما بين ده ما بين ده. اجيب الاركام النيين السالبة. فين اركام سالبة? لا يبقى يبقى ايه? طب تمام. بول لان اكتب مجموعة العدادات بطريقة السرد. مجموعة العداد الصحية الاكبر من سالب اتنين. يعني علي مين الخط الاعداد? الخط الاعداد اهو كده. صفر واي. لازم اتعلم ازاي تكتب خط الاعداد ترسمه ازاي. بول لك اكبر من. الاكبر من يعني يعني اللي المينو? اللي علي مينو? او اللي اكبر معني اللي علي مينو سالب واحد وصفر او مفاتح مجموعة اقوله سالب واحد وصفر واحد واتنين لما لا نهاية. طب العدد الاعداد الصحي الاقل من سالب خمسة. يعني اللي على شماله. انا الاعداد السالبة كده. سالب تلاتة. هنا مسلا سالب تلاتة سالب اربعة سالب خمسة سالب ستة او دل دل على شماله يبقى سالب ستة سالب سبعة سالب الا ما للنهاية. طب مجموعة الآن السحلة محصورة مين? بقى بين سالب اربعة وتلاتة. سالب اربعة لازمة تحفظ خط الاعداد وتتخيله كمان. عايزك تتخيله. عشان عشان تبقى شاطر. تبقى كده في الرياضة. بقى بين سالب اربعة وتلاتة. اهو اهو سالب اربعة. وهده التلاتة. حتى الاركاب اللي في النص. اتنين واحد وصفر وسالب واحد وسالب اتنون سالب تلك اكتبهم. اتنين واحد وسالب واحد وسالب اتنون وسالب تلات. دي معنى كلمة العداد المحصورة. مجموعة العداد الصحيحة السالبة. التي تكون لسهناخد الكيمة المطلقة دي. لسهناخد الكيمة المطلقة. هنا بقى بيقول لي بقى ايه? اجمل بوضع الرمز المناسب. ده اسمه جزئية او تحتوي. او ليس الجزئية او تنتمي او لا تنتمي. ده موجود او ده مش موجود. طب امتى مصر اجيب ده? او امتى مصر اجيب ده? ده الجزئية او ليس الجزئية تيجي لما يكون في رموز زي مسلا صاد او صاد المجابة او السالبة او فيه او عين او زي. تمام? يبقى الرموز تاخد لها جزئية او ليست جزئية. وكمان لو في الرقم وفي مجموعة. او احنا بنسمى بوابة. بس. بس. يبقى لو كانت لو كانت الرقم او المسألة رمز ياخد جزئية او ليست جزئية. او رقم وفي مجموعة برضو نفس الكلام. اما تنتمي او لا تنتمي الحالة لوحدة بتاخد فتنتمي ولا تنتمي لما يكون الرقم جاي من غير مجموعة. من غير مجموعة. سالب تمانية موجودة في الصاد? ايه? سالب تمانية. الصاد فيها ارقام سوالب? الصاد في ارقام سوالب? اه? لانها عبارة عن صاد المجابة وصاد السالبة والصفر. اه? فيها. تمام? يبقى جيب لها تنتمي ولا جزئية او تحتوي? تنتمي ولا تحتوي? مفيش عندها بوابة يبقى جيب لها ايه? تنتمي. الكسر ضمن الصاد? لا طبعا. عداد صحيحة. مهمش فيها كسور? مفيش فيها كسور? يبقى ايه? لا ليست تنتمي ولا لا تحتوي? ما عنداش مجموعة? يبقى جيب لها لا تنتمي. الصاد المجابة او الارقام المجابة موجودة في الصاد? اه موجودة. يبقى جيب لها ايه? تحتوي ولا تنتمي? طبعا عند رموز. اجيب لها ايه? تحتوي. الصفر موجود في الصاد المجابة? اه مستر. لا يا حبيبي. الصاد المجابة لها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. تمام? صح ولا لا? يبقى الصاد الصفر موجودة في الصاد المجابة? لا طبعا. مش موجودة. يبقى يبقى بلاها لا تنتمي ولا ليست جزئية? لا تنتمي عشان ما عندهش مجموعة. اربعة ونص موجودة? لا طبعا مش موجودة. يبقى لا تنتمي. الطه موجودة في الصاد او موجودة. جزئية منها? الطه بنت الصاد او بنتها. الطه بنت الصاد او بنتها. موجودة. يبقى بلاها ايه? جزئية. الخمستارشل موجودة في صاد السالبة? يعني الخمسار ده عدد سالب. الخمستاشر دي عدد سالب لا طبعا. بجيب لها تنتمى ولايست جزئية عندك هنا في مجموع يا بلايست جزئية. ده لسه هناخدها ده اسمه مقياس. لسه هناخدها. وبرضو كده نفس الكلام. الفاي دايما بتاخد جزئية. على طول كده. الفاي على طول تاخد جزئية. على طول تاخد جزئية. الصاد فيها رقم سلب. السلب سبع موجود في الصاد. اه عبارة عن صاد الموجابة وصاد السلبة والصفر موجودة. اه فعلا. يبقى جيب لها ايه? تنتمي ولا جزئية? ما عندهاش مجموعة? ايه يجيب لها تنتمي. الصاد فيها ارقام موجابة وارقام سالبة? اه. فيها ارقام موجابة فيها ارقام سالبة. فيها التلاتة وسالب خمسة? اه. يبقى جيب لها ايه? عشان عندها مجموعة يجيب لها ايه? تحتوي. الصفر والسلب تلاتة موجود في الصاد السلبة? يعني الصاد السلبة فيها سلب تلاتة? اه فيها فيها سلب تلاتة فيها رقم سالبة. الصد السالبة فيها السفر? لا طبعا. يبقى جيب لها ايه? ليست جزئية عشان عندها مجموعة. يا مستر ده ما فيه صد السالبة ايه? طيب لازم الاتنين يكونوا موجودين. المقاس دي لسه ناخدها. طيب شيل منها الصفر. طيب شيل منها الصفر. هيا فتضل العين او صد الموجبة. دي او دي. صد الموجبة هنا صد الموجبة يبقى يبقى جيب لها ايه جزئية? دي لسه ناخدها. الصفر موجود في الصد? اه موجود. يبقى جيب لها جزئية. عشان عندها مجموعة. بولك السلب اربعة وسلب ستة والسبعة ان شن منها الصاد السوالب. يعني شن منها السوالب. ان شن من هنا السوالب. ما هو ده اللي بيقول لي كده اشيلتها. اتفضل لي ايه? سبعة. السبعة دي موجودة في الطه? عدد طبيعي? اه موجود. يبقى جيب لها ايه? جزئية او تحتوي. خمشار وربع. لا طبعا مش موجودة. ما فيش فقل كسور. ما فيش فقل الكلام ده. يبقى بجيب لها ايه? لا تنتمي ولا لا تنتمي ايه? عشان ما عندهش مجموعة يبقى بجيب لها ايه? لا تنتمي.